اسم الدرس سورة الهمزة أهلا بكم أصدقائي نكتشف اليوم سورة جديدة عظيمة في مقاصدها بليغة في معانيها إنها سورة الهمزة فهيا معا نستخلص العبار تهيئة بعد طعام العشاء تجمعت العائلة قرب المدفأة تتبادل أطراف الحديث حينا وتتابع الأخبار على شاشة التلفاز طارة أخرى التفت الأب لابنه علي وقال هامسا كيف كان يومك يا بني؟ الحمد لله كان يوما جميلا ورائعا لقد تمكنت مع أصدقائي في نادي الصحة من إسعاف ابن جارنا الذي أصيب فجأة بضيق في التنفس قبل أن ينقل إلى المستشفى وقد أثنى علينا المعلم والمدير أحسست يا أبتي بالفخر والاعتزاز أردف الأب في زهو أحسنت صنعا بني طبعا ولك الحق في ذلك لأنك أنقذت نفسا بشرية من خطر محقق لكن ما أحزنني يا والدي أن مجموعة من التلاميذ أخذت تتهامس وتسخر من حركاته وأصوات الحشرجة التي كان يصدرها وهو يحاول التنفس بصعوبة وقد أنبهم المعلم على ذلك أجل بني فهذه أفعال مشهينة ولا طليق بمؤمن وقد نبهنا الله تعالى في سورة الهمزة إلى ذلك متوعدا الهمازين واللمازين بالويل والهلاك كيف ذلك يا أبتي؟ استمع بني بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة أترك علي هنيهة ثم تطلع إلى أبيه متسائلا ماذا تقصد بالهمازين اللمازين؟ الفهم والمعاني الإجمالية اعلم بني أن من أسباب نزول هذه الصورة تهكم جماعة من مشرك قريش بالرسول ومن معه محاولين إيذاءهم قولا وعملا هناك فئة من الناس هكذا لا يهنأ لهم عيش ولا يهدأ لهم بال إلا إذا سخروا من غيرهم وتتبعوا عيوبهم واغتابوهم أي قالوا كلاما لا يلق بشأنهم أو يمس من قرامتهم هؤلاء توعدهم الله بالويل والخسران في هذه الصورة بقوله ويل لكل همزة اللمزة كذلك لا ينجو من العذاب من ينشغل عن طاعة الله بجمع المال وتكديسه ولا يمثق منه على عائلته أو لا يؤدي منه الزكاة الذي جمع مالا وعدده قال علي مثل قارون الذي كان أغنى ناس عصره وكان مصيره الهلاك وهو في أبهزينته لقد ظن أن ماله سيخلده ويضمن له النجاة في الدنيا والآخرة صدقت بني وذلك معنى قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده لكن هيهات سيحاسب كبقية الناس ويلقى في نار جهنم الحامية التي ستطبق عليه وعلى أمثاله فلا يجدون فيها مخرجا ذلك تصديق قوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة أجارنا الله وإياكم منها لقد حرص الإسلام على بناء علاقات طيبة بين الناس فتراهم وكأنهم إخوة يحب الواحد منهم لغيره ما يحبه لنفسه غنيهم ينظر لفقيرهم وقويهم يساعد ضعيفهم والآن وبعد أن فهمت الصورة هل بإمكانك الإجابة على بعض الأسئلة؟ بكل سرور يا والدي ستكتشف أن لك ابنا متميزا أجاب الأب مبتسما مربطا على كتف ابنه أنا متأكد من ذلك هيا لنبدأ أفهم وأحفظ نشاط واحد أتخير الإجابة الصحيحة أخلده أبقاه وأسعده أفناه وأهلكه الأفئدة الأعضاء القلوب موصدة مفتوحة مغلقة الجواب أبقاه وأسعده القلوب مغلقة نشاط إثنان أربط الآية بصورة الدالة على معناها المناسب ويل لكل همزة لمزة يحسب أن ماله أخلده الذي جمع مالا وعدده الجواب ويل لكل همزة لمزة يحسب أن ماله أخلده الذي جمع مالا وعدده نشاط ثلاثة أعيد ترتيب البطاقات لأكون الآيات ثلاثة أربعة وخمسة من سورة الهمزة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة كلا لينبذن في الحطمة الجواب كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة النشاط الرابع أعيد الكلمات إلى مكانها من الصورة مستعينا بالألوان وعدده وما أدراك الأفئدة ممددة لمزة أخلده الجواب بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة التقييم والآن أعيد أصدقائي تلاوة السورة تلاوة سليمة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة المغزى أيها الأصدقاء علينا التحلي بالصفات الحميدة المبنية على الاحترام والتآخي فلا نصخر من بعض ولا يغتاب بعضنا البعض بل نتعاون على البر ونعمل على مساعدة المحتاج قدر المستطاع خاصة في الأعياد وأيام البرد والشدائد وفي الختام لا تنسوا تلاوة الصورة من حين لآخر تذكروها دائما ورددوها خاصة قبل النوم وفي الصباح عندما تستيقذون إلى اللقاء